على الرغم من وجود الكثير من المشتركات بين العراق وإيران وكان من المفروض استثمارها لتدعيم هذه العلاقة وبناء علاقات متوازنة تنتج تعاونا مشتركا وإيجاد صيغة يقبلها الجميع ولكن ظلت هذه العلاقة عبر الحقب الزمنية المختلفة أشبه بالرمال المتحركة والتي لا يمكن الوثوق بها بسبب أن هناك تراكمات من أزمنة وخلافات من أزمنة سابقة ظلت هذه الأشياء بدون حسم مثل قضية شط العرب مثل قضية الآبار المشتركة مثل قضية الفصال المدعومة من إيران اتفاقية 75 وكثير من القضايا كان يمكن لها أن تحل الكثير من المختصين يقولون أن السياسة العلاقة بين العراق وإيران أشبه بالمد والجزر تبنى في مرحلة من المراحل وتسير علاقات طيبة ونموذجية ولكن سرعان ما تنهار هذه العلاقة وتكمن هذه الصورة وهذه المسببات بطبيعة العلاقة التاريخية والبعض يذهب بها إلى أبعد من هذه الحقب إلى الإمبراطورية الفارسية وإلى الإمبراطورية العثمانية لكن ما يهمنا أن نناقشه الظروف والعلاقة في هذا الزمن خصوصا أن العراقين بعد عام 2003 كانوا يتطلعون إلى مجتمع يسوده الحرية والديمقراطية ومساحة كبيرة من العلاقات المتوازنة مع كل دول الجوار